عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤولي شركة تشاينا انيرجي الصينية لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترحة وخلال الاجتماع رحب مدبولي برغبة الشركة الصينية في الاستثمار في مجال الهايدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة من جانبه قال رئيس الشركة الصينية انه من المقرر ارسل فريق من الشركة الشهر القادم لبحث تفاصيل مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار على ان يبدأ التنفيذ مايو المقبل بدوره اكد رئيس مجلس الوزراء الاستعداد لتقديم اكبر حزمة ممكنة من الحوافز اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتوطينها محليا كما وجه بقيام الوزراء المعنيين بمتابعة موضوعات التعاون التي تم عرضها حتى يتسنى تسريع التوافق على خطوات التنفيذ